السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصر رضا البيون من قناة انجليز اولاين اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الرابع الابتدائي. في فيديو النهاردة بإذن الله هقدم لكم حل لمراجعة الشاطر الممتازة جدا الخاصة باختبار شهر اكتوبر. ومراجعتنا دي تشمل اهم الاسئلة اللي هتلاقيها قدامك ان شاء الله في الامتحان. كل اللي مطلوب منك بس قبل نبدأ الحل كده ضروري جدا. تدوس لايك وتعلق بتعليق وتشترك في قناتنا واتفع نزل الجرس. عشان ده اللي هيخلي الفيديوهات اللي انا بنرفعها اول باول توصل لك على طول. ودي على فكرة اخد بالك مش هتكون اخر مراجعة خاصة باختبار شهر اكتوبر فتبعنا عشان هننزل مزيد من المراجعات. لو محتاج تحمل المراجعة ديات بدي اف عشان تطبخها مسلا هسمالك في الوصف. هساب لك اللينك تحملها في الوصف ان شاء الله اسفل الفيديو. يلا بنا بقى نبدأ الحل. نمرهم كده بقول لنا هنا فارمرز رايز ان ايجبت. يبقى الفلاحين بيعملوا ايه في الروز في مصر? يبقى الفعل المرسم هنا هو بيزراء رز في مصر. يبقى بننتج ايه? مثل الطماطم والبصل. الطماطم والبصل دي من الخضروات. اللي هي هيا ناكل. يبقى هيا ناكل الغداء ايه? الغداء جاهز. وجاهز يعني رادي. لانش از رادي. او او ايجبشن فارمرز الفلاحين المصرين ايجبشن فارمرز اه طبعا هنا جايب سبيس وبعد كاتشيكنز يبقى بالتالي هنا يقصد ايه? ان هم بي اه يربوا الدجاج. والفعل ده مهم جدا. خد بالك. رايز بتيجي مع تشيكنز اللي معنى يربي الدجاج. عندنا ايه? كل يوم. يبقى عندنا فطار وغدا وعاشا دول اسمه واجبات. واجبات يعني ميلز. يبقى الفلاحين بيحفزوا وبيربوا ايه? لان كيب معناه يحفز او يربي. يبقى بيعملوا في الفراخ يبقى بيطعم الفعل المناسب هنا انهما بيربوها بيطعموها عشان يحصلوا على البدو اللحمة يبقى يطعم يعني فيد. ويوعد تستانجل في الاختيار الا لما تفهم معنى الجملة. سبن. طبعا هنا البطيخ ده عاوز اقول ان هو فكيس المفضلة. وفي المفضل طبعا يعني. وجاب هنا بيعمل في البصل في البلكونة بيقول لك احنا لنشرب ايه? غير صحية. والحاجة الغير صحية ده ما بنشرب هوش هي الكولة. مدينة ممتعة جدا وشيقة. بيقول لك حرة جدا احيانا. ده كده في تنقط. لان هنا بيقول ان هي ممتعة وشيقة ورائعة. وهنا بيقول لك حرة جدا احيانا بيتلها ستادن بانت. لربط جميلتين بينهم تنقط. هو بيحب النظر الى الحيوانات والنباتات. يبقى هو كده شغال ايه? اللي بيحب ينظر في الحيوانات والنباتات ده ده عالم. مش كده والعالم طبعا احنا متسميه لكن مش هيكون معلم ولا سواء ولا ومرد. بقول لك انا اريد ان العب كرة السلة. رجلية بتقلمني بفيطة نقط. صح كده ايه بقى استخدم ايه? بط. ولكن رجل ايه بتقلمني? يعني الملك في بعض الدول بيسمى بالامبراطور. بالضبط كده اللي هي امبيرر. وريد انا افوز. تفوز ليه بقى اكيد مسابقة. الفعل وين بيجي مع المسابقة اللي هي بنسميها. بعد كده هنا في نومبر فيفتين. يعني هو جيد في الاعتناء بلاشجار. ده ده البستاني او الجنين اللي احنا بتسميه جاردنرز. يعني لا يجذب ما بيجذبش. يبه هو صادق وامين. صادق وامين يعني وطبعا اله سايلنت. يعني هنا بيقولك ان رئيس الطبخين او الطبخ يعني. هنا معناه طبخ. تمام? فالطبخ هنا عمل رز مرة اخرى. عندنا حاجة اسمها اللي هو الكلمة دي اللي هي معناها ايه دي معناها مرة تانية? يبقى معنا كده ان هو بيعمل حاجة ديت ايه او بيعد القيام بها او يعد فعلها. يبقى خد بالك كده لو جابلك هنا يبقى حط هنا يبقى هنا يبلد هنا يبقى هنا تمام? يبقى انت ساعدة من نفس الفعل الفجولة الاولانية بس نحط قبله اللي بتدي معنا مرة اخرى. كل واحد بيحاول ان هو يفوز. ده في الايه? يبقى ساعة ما تشوف وين? يبقى في المسابقة. تاني. ده معنى ان هو بتدهن المنزل مرة اخرى. يبقى عاد دهن المنزل. الشخص الصادق والامين ده لا يكذب. وجاب هنا قال لي وبالتالي هنا هنعود اقول بقى ايه? انامولز طبعا ده كلهم نقول لهم انامولز الا البيز. البيز طبعا من الحشرات. تحديد الحشرات اللي هي الايه? النفعة. خلاص يبقى قال لي نظر الى التمساح ايه? التمساح طبعا احنا نقول عليه انه هو ولا 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 طبعا الصغر اللي تناسبه يعني ضخم. لانه بيكلوا الحشرات يبقى موصفهم انه هم مفيدين ومفيد طبعا يعني كل الحيوانات ايه? مهمة. مش كده? توني فايف. بيقول لك مين اللي بيحبوا العناكب اه عشان بيأكلوا الحشرات من النباتات بتاعتهم. يبقى الفلاحين اللي بيحبوا طبعا ليه? يعني كل اللي هي كلمة ايه هنا بيسأل بيه وبقول له ايه من الحاجات اللي جاية ديت مش بتاكل الا السمك? فايه اللي ما بيقولش سمك هنا? ولا 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 بيقول لك ايه من الحاجات اللي جاية ديت او ساحة. طيب بعد كده هنا بيقول انا عتقد ان التعبين خطيرة. بقول لك عاوز يقول له انت كلامك مزبوط انت صحيح انت كلامك على حق. اللي هي يو رايت. ده لما تتفق مع واحد وتقول له انت كلامك مزبوط بتقول له يو رايت. ولكن معناه صحيح. يبقى هو اكل ايه واحدة من ايه البيتزا? يبقى شريحة من البيتزا اللي هي سلايس. اللي بيجي بعدها اباوت? وبعد كابولي. يبقى عاوز اقول لك هنا ولا 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 لا هي يبقى عندها حاجة اسمها معناها ماذا عن? ماذا عن الثعبين والتمسيح? عاوز اقول لك ان الجمال مناسبة اه اه تمام? وممتازة للحياة في الصحراء. مناسبة يعني ملائمة. الجمال كان ايه تستطيع ايه? يبقى عاوزه لك ان هم بيقدروا يحملوا الناس والاشياء عبر الصحراء. ويحمل طبعا يعني كاري. الجمال يعني صخبة صوتها موزعج جدا. وكمان بتغضب خد بالك يبقى ايه انا احذرك. كن حذر. بنقدر نستخدم فرو الجمال عشان نصنعيه اكيد نصنع هنا الملابس. يعني الدب يريد ان يصل الى السمكة. يبقى يبقى الدب هنا ايه اكيد جعين طالما عاوز يوصل ليه السمكة يبقى. البجعة كان ايه? ولكن الدب لا يستطيع. يبقى اكيد هنا يقصد الطيرون لان فعلا البجعة بطير لكن الدب ما بيطرشي. ويطر طبعا يعني فلاي. لما بيكون غاضب. بيعمل ايه? بيصيح. بيزعق. ويطبعا يصيح او زعق يعني شاوتس. اما هنا بقول لي ده اه بالكين تايكس ده فش. ده ووتا. عاوزولي ان السمكة البجعة اخزت السمكة من المياه. طيب اخزت من دي يعني اوت اوف. اوت اوف دا بوتا. نشوف بعد كده هنا بيقول لي طبعا ايه? يبقى ايه? ده الدب. والدب طبعا يعني خضروات. ايه اللي من الخضرات هنا اولاد? نركز كده? آه الخضرات هنا اللي هي بيز. اللي هي معناها البسلة. اما هنا بقول لي بيعيش جنب النهر وبيقدر يطير. اللي بيقدر يطير الوحيد? البجعة. بليكن. هل البجعة? ايه? طبعا البجعة عندها حاجة اسمها منقر. المنقر اللي هو بيك. ده مهمة اوي. يعني بينمو تحت الطربة. اللي بينمو تحت الطربة ده الجزر. الجزور. والجزور يعني روتس. لكن لو قال لك فوق الطربة يبدأ من الشوتس. الطماطم هاب ايه? طبعا الطماطم هنا بيبقى بداخلها بزور. وبزور طبعا يعني السيدز. حوار ما بين اي وي? طبعا هزا ايه? هزا رائع. عاوزه له كده. ده شيء رائع. بنزرع البزرق والنبات بينمو. ده بنسمي ايه? بنسمي عملية الانبات. اللي هي جرمي نيشن. يبقى حاوز يقول لي هنا ايه بقى? اللي بيبقى لونه اغضر من نباتة الطماطم يقصد هنا لونه اغضر هنا ورق الشجر. مش كده? يبقى بتالي هستخدم ليف? ولا ليز? طبعا هستخدم ليز. واحد يقول ليف يا مصر ورقة شجرة? ليه اخترنا ورق شجر الجامعة? هقول لك عشان دي. شاب دي? والار بتجي مع الجامعة. اقول لي هنا دي النباتة الطماطم الجديد بتاعي. يبقى بقول لك انظر على ايه? يوجد ايه? اه يبقى ايه اللي انه اغضر? الشوت ولا الشو اه شو ولا شو? طعا دي الشو يعني يبين. لكن دي الشو اللي فردت الحزاء. ودي الشوت يعني نصيح لكن هي الشوت. هي اللي بيقى لونه اغضر. اللي هي النبتة. عاوز اقول لك ايه? يبقى هو ولا هاو? هو عاوز اقول كيف نزرع طماطم جديدة? وطبعا كيف يعني هاو? وممي جدا انت بحافظ كلمات الاستفام وعارف معنى ووظفك كل واحدة. يبقى انا بقول لك ايه انظر على ايه? بقول لك لونه مغضر. اللي لونه اغضر طبعا في الورود او الورد اللي هو الايه? برضو نفس الكلام احنا استخدم الجامعة عشان في الجملة او في الاجابة بقول لك ايه بقى جامعة. بعد كده الريم جازل بيكون عنده ايه بقى? ايه? الحاجة الطاولة اللي عنده غزالة هي وهورنز. وكلمة معناها الورون. الورون بتاعته طويلة. هنحل بقى دلوقتي سؤال كمبليت. كده احنا حلينا اسئلة وحلينا مع بعض خمسين سؤال مهمين جدا جدا. تعال بقى نشوف سؤال الاكمل. وباكد بس عليك ضروري جدا لو عجبك الفيديو مستفيد منه حد دلوقتي. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في قناتنا من جانب وتفعل زر الجرس وشير كتير للفيديو عشان توصلوا لمزيد من الطلبة. نشوف يلا كده ايه? يسر داي. اي وينتو سكول لايبري. بقول لك انا ذهبت لمكتبة لس ايه المدرسة. اي ريد. ولازم نقولها ريد عشان بقول لك مبارح. يبقى لازم نقرأها بمعنى الماضي. قرأت. قرأت قصة ممتعة. يبقى ايه بقى? كانت حاجة اسمها اللي احنا بنسميها يعني ممكن مسلا اللي هي يعني اللي هي بتسمى بالعرب يعني اه حدودة كده او حاجة او قصة خيالية. تمام? فولك تيل. بتقول لنا عن ايه القصة دي او بتخبرنا عن ايه? عن ايه. who wanted to make a competition. اراد ان يعمل بطولة. يبقى بتكلم عن اه امبراطور. اراد ان يعمل مسابقة. the one who won the competition was a poor. الشخص اللي فاز بالمسابقة كان ايه? كان بستاني فقير. he didn't plant anything. لم يزرع شيء. but he was. ولكنه كان ايه? كان صادق. اللي هي honest. ده طبعا شبيهة جدا بالدرس اللي عندنا. هنا في بيقول هنا انا من دميات. هي محافظة في شمال مصر. الارض في دميات ملحة. غنية بايه? بالعناصر الغزائية اللي هي. في هنا بيقول لك. الف اللي حين بيقدر يعملوا في الرز بيزرعه. ويزرع طبعا يعني في علمهم اوي. كمان بيزرعه ايه? والجوابة. النمبر ثيبها بيقول لك ايه? ده مين اللي بيعملوا كده? ده الصيادين. هم اللي بي ايه? بيصطادوا الاف الاسماك في البحر وبالتالي. يبقى هي ايه اللي جايزة في دميات يقصد الحياة? الجمال مزهلة. وبعد كده يبقى عاوز يوصفهم ان هم حيوانات ايه? جميلة وقوية. لان ما ينفعش اقول ان هم لان هنا الصفاتين الموجودين هنا او لان هول ان هم اقوياء. بيساعدونا في حمل الاشياء والناس عشان يعبروا الصحراء. وطبعا يعبر يعني اما هنا بيقول آآ يعني اللي بيتاحهم لزيز. بنقدر نستخدم الفر وطاحهم لكي نصنع الملابس. عندهم اقدام مسطحة وببيرة. مسطح طبعا يعني فلات. بتساعدهم طبعا الاقدام بتاعتهم دي آآ عشان يقدروا يمشوا على الرمل. اخر حاجة بقى معانا هي دي. ولكن يعني ده كيفية زراعة نبات الطماطن. اولا كده. هتحط ايه? اول حاجة في السويل? هتحط البزرة. اللي هي السيد. ثم ات آآ افري داي. بقى تعمل فها ايه كل يوم? هتسقيها. ويسقي يعني وطا. او قليلة هتشوف نبتة. وانت بعد ما تحط البزرة وترويها بتطلع الشوت. النبتة. بيبدأ النبات بقى ينمو. تمام? وبتصبح لايه الورود? بتتحول الى نبات لايه? او ثمرة الطماطن. يبقى عاوزولي النبات بينمو ايه بقى? او بينتج ايه? بينتج طبعا الفلاورز. يبقى هو عاوزولي ان هو بينتج الفلاورز. ويه الفلاورز دي بتصبح بعد كده ثمرة طماطن. وكده بكون حالية معاك كل مراجعة الشاطر الممتازة جدا دي واللي باكد عليك لو انت زكرتك كواس جدا على فكرة امتحانك مش هيخرج من المحتوى اللي انت شفت في فيديو النهاردة. ولكن باكد عليك ان دي مش اخر مراجعة. ان شاء الله هقدم لك مراجعات تانية قبل وهتروح تمتحن اه اختبار الشهر. باكد بس عليك ضروري جدا عشان توصلك مراجعتنا باستمرار تدوس بس لايك وتشارك في قناتنا وتفعل زر الجرس. كل ده مجاني طبعا. وشير كتير للفيديو على الفيسبوك عشان توصل المزيد من الطلبة. وشكوكم ده على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.